السلام عليكم ورحمة الله وبركاته افرادات الهندسية زي ما هنشوف النهاردة طبقا للرسم اللي موجود قدامي يعني ايه افراد هندسي؟ يعني من خلال الرسمة اقدر افصل لو قلتهى بالبلد كده البطرون اللي من خلاله اقدر انفذ المنتج بتاعي وحوله لمجسم اقدر ان انا نفذه داخل الورشة او داخل القطاع بتاعي العملي او النظري تمام؟ يبقى انا في البداية هتكلم هفكرك سريعا كده عن بعض الحاجات اللي خدتها في الترميل الاولاني وبعد كده هدى ان انا اتكلم على رسمة هيجيلي مشك شكله عامل ازاي مواصفاته ابعاده ممكن تكون مرسومة وممكن تكون الابعاد دي موجودة مكتوبة على الرسم بارقام او انقلها باستخدام البرجل بنفس النسبة المطلوبة مني او الموجودة عندي في ورقة الرسم طيب تعالوا نشوف كده مع بعض بيقول لي الرسم الفني الرسم الفني اول حاجة هرجحها معاك وفكرك بيها عشان هحتاجها النهاردة في شغلي المساقط والافراد عشان ارسم منتج زي اللي قدامي ده اللي مرسوم مجسم ومرسوم تحتيه في الورقة باين في الورقة هو طريقة رسمه او مرسوم كمسقط رأسي يعني بصصله في اتجاه نظري او في اتجاه رأسي تماما فظهر عندي بنفس ابعاده ونفس مواصفاته انا قبل ما نفذ المنتج ده لازم ان ارسمه كمسقط رأسي وبص عليه في المسقط الافقي من فوق وبص عليه في المسقط الجانبي واعرف مواصفاته وابعاده كويس جدا عشان اقدر ان انا انفذه وطبقه زي ما قلت معاك قبل كده انا عشان ارسم اي مسقط لازم اقوم بدراسة بعض الاشكال الهندسية هنا بيقول لي ايه ارسم المساقط التلاتة والافراد للمنشور السوداسي الذي طول ضلعه اربعة سنتي وارتفاعه اتنين سنتي يا مسترح ان اخدنا ده قبل كده ايو انا عارب بس انا بفكرك بيه لان النهاردة هقدر استخدمه داخل تصميم او داخل منتج بسيط جدا عشان اقدر اطبق اللي انا درسته في الترمي الاول طيب تعالوا مشوف كده اه دي شكل المنظور اه دي شو صورة بتوضح لي شكل المنظور للمنشور السوداسي المنشور السوداسي عبارة عن ايه قال لست اوجه مستطيلة وقعدة مسدسة عليا وقعدة مسدسة سفلة زي ما باين عندي في الصورة كده عشان ارسم اول حاجة برسم المحاول الاساسية المحور الرأسي المحور الرأسي اهو المحور الافقي قدامي زي ما انا شايفه كده تمام واعمل خط الانعكاس يا مصر انا في مدرستي برسم هنا بركز هنا بالبرجل وبرسم بالبرجل طريقة سليمة مية في المية سواء اشتغلت بخط الانعكاس خمسة واربعين او اشتغلت بالبرجل لازم استخدم عملية الاسقاط باي او باحدة الطرق اللي انا قلتها طب جميل بعد كده هعمل ايه قال لي انت عندك السوداسي ده ابعده ايه قال لي اربعة سنتي طب جميل قمت رسم مسدس بطريقة رسم مسدس علما طول ضلع اربعة سنتي يعني ايه برضو يعني المسدس اللي انا مسحته ده هرسمه ازاي قال لي بفتح البرجل بفتحة تساوي طول الضلع كام اربعة سنتي وارسم المسدس انا طبعا شرحتها كتير قبل كده فرسمنا المسدس في مكان ما في المسقط الافقي طيب الخطوات اللي بعد كده هعمل ايه قال لي بعد كده هاخد خط بداية الرسم طيب وبعدين الارتفاع اللي قال لي عليه قال لي ارتفاعك اتنين سنتي يبقى انا اسطم الخط اللي انا بشاور عليه ده لحد الخط اللي فوق ده الخطين دول خطين مساعدين فاكر كده فاكر انا قلتلك ايه انا عندي مجموعة من الخطوط الهندسية انت بتستخدمها ايه هي قال لي الخط اللون واحد المستمر خط تقيل مستمر الخط تقيل مستمر انا قلتلك عبارة عن ايه قال لي ده الخط الحقيقي اللي بيحدد لي ابعاد الرسمة كلها طب ايه كمان قلتلك انت عندك خط شرطة ونقطة شرطة ونقطة ده اسمه خط التماسل اللي بيقسم لي الرسمة الى قسمين او بنصف لي الرسمة الى نص متماثل يمين ونص متماثل شمالي او تماثل نصفي بالزبط او بسميه باسم تاني بسميه خط المحور يبقلت خط المحور شرطة ونقطة قلت الخط المستمر الاسود او الغامق بدرجة لون واحدة ده الخط الحقيقي اللي بيحدد لي حدود الرسم ايه كمان قال لي خط الشرطة ونقطتين شرطة ونقطتين ايه الشرطة ونقطتين قال لي ده خط التاني اللي بيحدد لي المكان اللي انا هنفذ بالمنتج زي ما انا هشوف كده عالجهاز ممكن اللي هو ورقة مش بينا بيحدد لي انا هتني فين او بيحدد للصانع المكان اللي هيتني فيه بيبقى عبارة عن خط شرطة ونقطتين يبقى خط التاني عبارة عن شرطة ونقطتين خط المحور خط شرطة ونقطة الخط الحقيقي اللي هو الخط بدرجة لون واحدة غامق مستمر ما ينفعش يبقى حتة خفيفة حتة تقيلة عندك ايه تاني عندي شورة مستمرة ده خط بتاع الجزء اللي موجود بس مختفي يعني ايه يعني انا عندي الجزء ده كده وراء ايدي فايدي تترسم بدرجة لون تقيلة جدا ايدي كلها درجة لونها تقيلة جدا تمام طب حلو والخط الخارجي اللي موجود عندي الخط الخارجي اللي موجود ده تقيل وايدي ايدي اللي موجودة هين استخبى وراها السوداسي ده يبقى السوداسي ده يبقى تقيل طب تمام طب ايه المختفي يا مستر قال لي شيل ايديك كده شلت ايديه هي يبقى الجزء اللي كان وراء ده يترسم بدرجة لون شرط او درجة لون وسط وشرط لانها مش حقيقية او مش موجودة عندي بلون حقيق طب تعالوا نشوف كده على الجهاز هنعمل ايه يبقى انا رسمت السوداسي بتاعي هدى اعمل عملية الاسقاط للاشكال اللي موجودة اول حاجة خدت خط الانعكاس وخدت الخط او رولاك تاني اهو خدت خط البعد بتاعي اللي موجود عندي اهو تمام وبعدين هسقط الخط التاني على خط الانعكاس عشان اجيب المسقط الجانبي لو نلاحظ ان انا لو بصيت على المسقط الرأسي هبص من الاتجاه اللي انا بشاور عليه اهو من هنا كده هشوف الرأسي ومن الاتجاه ده هشوف المسقط ايه المسقط الجانبي يبقى المسقط الجانبي هيبان من الاتجاه اللي قدامي ده كده انا بشاور من هنا كده يعني من الشمال اليمين هشوف الجانبي من تحت هنا هشوف الرأسي وهيبان في مكانه في المستوى الرأسي اللي انا بشاور عليه باستخدام ايه الماوس الجانبية هيبان في المكان ده طيب تعالوا نسقط كده يلا مع بعض اه دي زي ما احنا شايفين عملت خط المحور شرطة ونقطة تمام تلعت بنهاية الخط بتاع السوداسي اسقطه في مكانه نهاية الخط التاني اسقطه في مكانه تمام كل دي خطوط مساعدة زي ما انا قلت تمام الخط التالت او السادسة هون لان ده منطبق مع ده وده منطبق معلف ايه اه دي شكل السوداسي انا مش شايفه مستر ما اتقلوا بقى بخط حقيقي انا هتقلوا لك بس نسقط بقية الرسمة ادي المسقط الجانبية بتاعي اسقطت من هنا كده امسحة تانية هي امسحة تانية هي مشيت من هنا كده وامتطالع على المسقط الجانبية ادي طلعت من هنا من خط الانعكاس او ركست بالبرجل في النقطة اللي انا بشاور عليها بالموز دي ولفت بالبرجل هتجاب لي نفس النقطة في نفس المكان ما فيش اي مشكلة طيب فين تاني قال للخط اللي تحت لا انا عزيش اشوفه تاني اهو الخط اللي تحت ده أنا مدته على امتداده هو خط مساعد وأسقطه من مكانه وطلعت بيه في المسقط الجانبي ملاحظ حاجة المسقط الجانبي هيطلع عندي وجهين المسقط الرأس هيطلع وجه حقيقي وجهين غير حقوقيين لأنهم بيميلوا على المستوى فطولهم ما يطلعش بالطول الحقيقي أنا كده مش شايف نشوف كده أكتر آدي لو انتلك الوجه الأولان الميل ظهر بدرجة لون حقيقية تماما لكن بطول غير الطول الحقيقي طيب آدي الجنب الثاني تمام أنت حبرته بان طيب الوجه اللي في النص الوجه اللي في النص اللي بيوازي تماما المستوى بتاعك الرأسي هيبان إزاي؟ قال لي هيبان أيوة بنفس الطول تماما وأنا حبرته لك وبينته لك بالشكل ده يبقى كل اللي كان موجود في البداية الخطوط اللي أنا رسمتها دي مجرد خطوط مساعدة لعملية الإسقاط نشوف الجانبين الجانبين أنا بص من هنا أسقطت النقطة داية الخط ده أهو والخط ده يعني النقطتين اللي تحت انطبقوا على بعض والنقطتين اللي فوق انطبقوا على بعض والنقطتين اللي على خط النص أصبحوا هنا ضلع حقيقي أيوة فعلا أنا حبرت الرأس ما هي في المسقط الجانبين ظهر عندي المسقط الجانبي للسوداسي للمنشور السوداسي وجهين أنا أحتاج دا النهاردة أن أنا هرسمه أو هدخله داخل مجسم عشان أشوف التفاصيل بيقول أنت عندك السوداسي ده المنشور السوداسي ده ارسم لي بقى يلا إفراد المنشور السوداسي تعال كده نشوف مع بعض أنا هرسمه إزاي أو الأول أشوفه كمجسم هيبان إزاي؟ آدي المجسم اللي أنا المفروض أرسمه تبقى للأبعاد اللي هو قال لي عليها جميل الأبعاد اللي هو قال لي عليها إيه؟ قال لي ارسمه لي مقاس 4 سنتي طول الضلع 4 سنتي أهو وارسم لي الارتفاع بتاعك 2 سنتي فاستخدمت البرجل وفصلت آدي ضلع آهو أنا هتنيه عشان نشوفه مع بعض آدي ضلع واد الضلع الثاني آهو كمان تمام يبقى أنا كده عندي ضلعين أو وجهين واد الوجه التالت عندي ثلاث أوجه واد الوجه الرابع آهو في مكانه واد الوجه الخامس واد الوجه السادس اللي في النهاية يا مستر أنا ممكن أرسم ده لأفراد ده أرسمه هنا على الوجه ده ما فيش مشكلة ممكن أرسمه في أي مكان مش لازم على تاني ضلع لكن أنا بفضل أرسمه على تاني ضلع ليه؟ عشان ما أعملش تهدير للخامة أنا لو رسمته في المكان ده أنا خاركت برة في احتاجة لمساح التفصيل لمساحة من الخامة اللي أنا بشتغل بيها زي اللي بيفصل ملابس أنا محتاج القماشة الحتة دي أو المعدن الحتة دي مش عايز أخرج بره الإطار المستطيل فرسمت الإفراط بتاعي للوجه اللي موجود عندي ده أهو تانيته على خط التاني وتانيت الوجه التاني لو هو له قاعدتين يبقى أنا لو حولت المجسم بتاعي ده ولحمت الشريط ده بالشكل اللي قدامي هيديني شكل العلبة اللي أنا بحاول أجمعها هي طبعا عشان ورق خفيف بحاول أجمعها بالشكل بتاع المنشور السوداسي طب تعالوا نشوفها بقى هندسين هنعملها ازاي يلا بينا نشوفها على الشاشة لما جا شوفها على الشاشة أنا هرسم الارتفاع بتاعي الأولان يهو الارتفاع ده كام قال لي اتنين سنتي رسمت اتنين سنتي يهو الاتنين سنتي بتوعي وخط خط مساعد لحد آخر اللوحة هنا وهنا الخط في البداية وخط في النهاية التاني اهو قادي الخط الأحمر اللي أنا رسمه ده تمام ده ارتفاعه قد ايه قال لي ارتفاعي اتنين سنتي اللي هو الديهني في المقطيات خط خط مساعد فوق وخط مساعد تحت يعني خط خفيف مستمر وبعدين قال لي تعالى على الخط اللي تحت ده وقرر لي عدد الأضلاع بتاعك هو منشور خماسي يبقى خمسة سوداسي يبقى ستة رباعي هي هي مفيش مشكلة بس حسب عدد الأضلاع اللي موجودين فهو قال لي سوداسي يبقى الضلع اللي أنا رسمته ده من هنا من أول الموسمة بشاور لحد نهايته ده مسافته اربعة سنتي قرره تاني ادي كده ضلعين تالت تلات أضلاع كمان كل ده في خلال الإطار اللي هو ارتفاعه اتنين سنتي تمام وادي السادس نعد كده عشان اتأكد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ادي الست أوجه اللي قدامي كل وجه بمسلي وجه منه أوجه ايه المنشور السوداسي اللي قدامي عايز ارسم القعدة هرسم القعدة ازاي قال لي يا مستر انت رسمتها هنا على النهاية ما نقولت يا جماعة في البداية أنا ممكن ارسمها على أي ضلع من الأضلاع اللي موجود طب ارسمها ازاي قال لي شايف نقطة الموس اللي أنا بشاور عليها دي اركز فيها بفتحة برجل تساوي طول الضلع واخد قص في المنتصف وتعالى في النقطة التانية اللي أنا بشاور عليها هنا واخد قص تانية تقاطع مع القص الاولاني في نقطة روح بسن البرجل في مكان ما أنا وقف بالموس نقطة التقاطع والقصين وارسم دايرة هترسم لك دايرة هتحيد بالمسدس اللي أنا عايز ارسمه ونفس الكلام لو عملته تحت طيب فاضل عندي ايه فاضل عندي ارسم الخطوط الحقيقية وتقلها وفاضل عندي انا باوضحها تاني ورها لك اهي تاني اتقل الخطوط الخارجية اللي موجودة عندي وارسم الخطوط الداخلية دايما انا بقول لك الكلمة دي من بره بره كله حقيقي والداخل هيبقى شرط شرطة ونقطتين عشان خط تاني طب تعالوا نشوف اهو تاني عملته تاني اهو اه دي هنا كده اهو شرطة ونقطتين كل الداخلي بتاعي هنا برضو نفس الكلام شرطة ونقطتين خط تاني وهكزا كل ضلع من الاضلاع اللي موجودة شرطة ونقطتين كلها عشان دي كلها خطوط هقدر ان انا اعمل لها عملية تاني عشان انفز المجسم المطلوب مني طيب حلو قوي تعالوا نشوف شكل تاني من الاشكال اللي موجودة عندي قال لي اهو انا رسمتلك باستخدام برنامج الاوتوكاد عندك في مادة الحاسب رسمتلك افراد للمنشور المنشور السوداسي وبينتلك فيه ان الخط الخارجي خط بدرجة لون واحدة اهو قدامي والخط الداخلي شرطة ونقطتين اهو كل اللي من جوه او الداخلي كله شرطة ونقطتين ومن بره بره كل الخطوط الخارجية اللي من بره بره شكلها ايه قال لي من بره بره كلها حقيقية يبقى اتفقنا كده خدناها اللي من بره بره كله حقيقية اللي من الداخل خطوط تاني لاني هقوم بعملية التنفيذ طيب ادي هنا لونتلك شكل الافراد برضو عشان تبقى عارف الافراد بتاعك لو انت رسمته وعايز تفصله على ورق عشان تتعلم لما تشتغل على خامة تمنها غالي تعرف كويس جدا انت نفسته الاول وقصيته على ورق عشان تقدر تقوم بعملية تنفيذ الشكل اللي قدامي ده انا ممكن استخدمه في علبة مجوهرات ممكن استخدمه بمبونيرة ممكن استخدمه كقاعدة كاس يعني ممكن المنتج ده اخط عليه زخارف او اشكال زخرفية او اشكال فنية واقدر اعدل منه واعمله علبة مجوهرات اعمله علبة ملبس اكبره شوية واعمله حاوية يبقى انا قدر استخدمه اي نوع من انواع الاستخدامات اللي موجودة عندي طيب نشوف هنقل معانا بعد كده قال لي ارسم المساكتي التلاتة والافراد للاسطوانة انا قصدت برضو الاستوانة عشان هستخدمها مع المنشور السوداسي هدخلهم الاتنين في رسمة الرسمة دي هقدر ان انا ارسمها مساكت تلاتة يبقى هدخل معايا المنشور السوداسي وحطه في ايه شكل استوانة عشان يديني شكل مجسم تاني يبقى انا هستخدم المنشور السوداسي اللي انا شرحته من شوية اهو تمام بعد ما اعمله مجسم بالشكل اللي احنا ايه شفني ادي المجسم اللي انا فصلت هلحتجايب استوانة الاستوانة اللي انا مسورة وحطي جايب حاطت مسورة حاطت مسورة في ايه بالشكل ده وعايز اتفرج على المساكة التلاتة بس قبل مرسمهم الاتنين كمجسم بسيط او كمنتج بسيط استغلت فيه الرسم الفني اللي انا تعلمته في الترمي الاولاني مع بعض العمليات الهندسية عملت منتج بسيط جدا عشان ابدأ اخش على تخصص تشكيل المعادن واقدر ارسم شغل السياغة او شغل معادن بمنتهى السهولة تعالوا نشوف كده مع بعض افكرك تاني بالاستوانة عشان اقدر استخدمها بيقول لي ارسم المساكة التلاتة والافراد للاستوانة التي طول قطرها مديني القطر كله خمسة سنتي وارتفاعها عشرة سنتي بخلي بالك هو ادي لك القطر بتاع الاستوانة خمسة والارتفاع عشرة يلا ننفذ الكلام اللي هو قال لي عليه هنا مديني الاستوانة اه دي شكل الاستوانة بتاعتي كمنظور انا جايبها لك كصورة منظور عايز ابص عليها في المساكة التلاتة هتباني ازاي هنا انا رسمت الدايرة اللي قطرها كله على بعضه عشرة خمسة سنتي القطر خمسة سنتي ففتحت البرجل بتاع اتنين ونص ورسمت الدايرة الاولانية طب جميل وبعدين قال لي تعالى نرسم المحاور ادي المحور الرأسي وبعدين ادي المحور الافقي طبعا بستخدم المسطرة حرف تي والمسلس بيساعدني جدا ان انا جيب التعامد بشكل سليم لان ده هحتاجه كويس لما اجي اسقط شكل صعب شكل قدامي سهل لكن لما اسقط شكل صعب انا محتاج ان التعامد ده يكون سليم وزاوية الانعكاس اللي انا رسمتها دي تكون سليمة تماما وتكون بزاوية خمسة واربعين وموجودة تماما في نقطة الاتصال اللي عندك في المكان ده طيب رسمت الدايرة رسمت الخط الافقي رسمت المحور الرأسي والمحور الافقي طيب تعالوا نسكت بقى بعد كده الابعاد خط خط بداية الخط الاساسي اللي هو اللازم لرسم الرسمة اهو ودي خط الارتفاع قال لي ارتفاع عشرة سنتي امتواخد الارتفاع من اول هنا لحد هنا عشرة سنتي وبالمصدر حرف تي خط خط مساعد بدرجة لون خفيفة لازم كله يبقى بدرجة لون واحدة تاني اهو رسمتو بدرجة لون واحدة ماينفعش يبقى حتة خفيفة قوي وحتة تقيلة لا لازم كله يبقى خفيف ابص للوحة من قريب اشوفها اشوف الخطوط ابعد حوالي عشتين سنتي تلاتين سنتي مش عايز اشوف الخطوط المساعدة دي لانها اسمها خطوط مساعدة انا مش محتاجها الا انها تساعدني فقط فما يفعش تبقى تقيلة طب تمام هبدأ في عملية الاسقاط ادي الاسطوانة في المسقط الجانبي اسقطت مكانها ادي الاسطوانة في نهايتها من تحت عند القطر التحت اسقطتها في المسقط الجانبي على خط الانعكاز طيب تلعت بخط الاول بالخط الاولاني على خط الانعكاز تلع في مكانه اهو رولاك تاني اهو تلع في مكانه زي ما بشاور الخط التاني نفس الكلام او هنا نفس اه من نهاية ما فيش مشكلة والنهاية التانية نفس الكلام اهوت لعت بالخط ده الاستوانة سهلة جدا مجرد ما رسمت الدايرة في المسقط الافقي في مكانها اسقطتها في الرأسي عبارة عن مستطيل اسقطتها في الجانبي عبارة عن مستطيل تماما بنفس الشكل تعالوا نلونها كده او نخبرها ونشوفها اه دي الاستوانة في المسقط الرأسي لما بسط لها قدام عيني على طول ظهرت عبارة عن مستطيل البعد من هنا اللي هو خمسة سنتي اللي هو القطر بتاعي الارتفاع اللي قال لي عليه عشرة سنتي ظهر قدامي زي ما احنا شايفين ادي المسقط الجانبي نحبره ادي المسقط الجانبي ظهر قدامي سليم بدون اي مشاكل في الاسقاط قلت لك انا ايه بقى قلت لك تعالى بقى لو عايزين نشوف افراد الاستوانة هعمل ايه هنا طبعا باستخدام برنامج الرسم رسمت الاستوانة رسمت الدايرة هي ادي اللي قطرها خمسين ملي هفوا وهنا ادي المسقط الرأسي بس سواء نرسمها بارتفاع سبعة ونص او خمسة وسبعين ملي ودي الاستوانة في المنظور ودي مديني شكل الافراد ادي المستطيل ده ولما يشكل المستطيل ده هيقدر ان هو يحوله لمسورة وبعد كده يعمل خط اللي حامل اللي موجود عندي في المكان اللي عندي ده هنا هنتكلم على افراد الاستوانة تعالوا نشوف افراد الاستوانة هيبقى عامل ازاي رسمت المسقط الرأسي المساعد اول حاجة عملتها المسقط الرأسي المساعد تعالوا كده بقى نشوف مع بعض لو انا هرسم الاستوانة زي ما هنشوف كده ادي شكل الاستوانة اللي انا جبتها عبارة عن مستطيل طب انت جبت الارتفاع منين قال لي انا اديتك الارتفاع عشرة سنتي طب العرض ده جبته منين يا مستر قال لي العرض ده جبته عن طريق ان انا جبت عملية مساعدة عرفت من خلالها محيط الاستوانة قد ايه خدت دليل لي عن طريق ان انا بقسم الدايرة بتاعتي اتناشر ستاشر اربعة وعشرين اي عدد من التأسيم كل ما كان عدد التأسيم بتاعي احسن للدايرة اللي انا رسمتها انا بجيبها هندسيا انا ممكن اجيبها راضيا باستخدام القانون طاقة في المحيط يعني اضرب اتنين وعشرين على سبعة في القطر بتاعي اللي هو خمسة سنتي هيديني طول دي قد ايه انا باشتغل رسم لأ انا عايز اشتغل بطريقة هندسية فقلتلك عشان اعرف الطول بتاع المحيط بتاعي ده قد ايه باخد عينة من الدايرة اللي انا قسمتها لاتناشر قسم قسمتها اتناشر بكررها اتناشر مرة بعد ما اخدت خطين زي ما هشوف على الشاشة وقررتها اتناشر مرة ووصلت النهاية ادتني مستطيل يبقى انا لو شكلت ده باستخدام طرق التشكيل خدت بالك معايا هون وبدأت اشكل الصوانة هيديني المصورة بتاعتي وباستخدام اسلوب من اساليب اللحام او طريقة من طرق اللحام هلحم خط الفاصل او الخط الفاصل اللي موجود عندي ده تمام كده كده بين اكتر الخط الفاصل اللي موجود عندي عشان يديني شكل الاسطوانة اللي انا عايزها طب يا مستر منا ممكن اشتريها جاهزة sesi ايوة منا ممكن اشتريها جاهزة بس انا أبعلمها لك لان بعد كده هعمل لك فيها قطع هنا بشكل معين هعملك هنا نقش او تفريغ بالمستخدام المنشار الارقط واستخدمها كوسيلة اضاءة هستخدمها كابجورة. استخدمها كابلي بحجم طبعا مختلف. فانا محتاج ان انا اعملها مفروضة عشان لما اشتغل عليها نقش باستخدام الاقلام. اشتغل عليها حفر. حفر باستخدام اللام الحفر. اشتغل عليها تفريغ باستخدام المنشار الاركت. يبقى انا اعرف افصلها كويس جدا. تبقى للمقاس. ولو فيها اطع او فيها تفاصيل اعرف اعملها كويس جدا. وادر بعد كده ان انا اعمل لها عملية لحام بالقطر اللي انا محتاجه. تعالوا شوفها على الجهاز كده مع بعض. قال لي على الجهاز او على الشاشة رسمت مساعد للاستوانة. ادي المساعد للاستوانة عبارة عن مستطيل. ابعده قدي يفكرني تانية مستر. قال لي القطر خمسة سنتي. اللي ارتفاع عشرة سنتي. باي بعد. الخط اللي انا اعمل لك بالاصفر ده. ده المقاس اللي انا جبته لما هقسم اهو. انا رسمت دايرة فوق او نص دايرة فوق. وقسمتها. اه دي خط المحور الاساسي. وبعدين هقسم هنا تلاتين ستين باستخدام البرجل. باستخدام المسلس او باستخدام البرجل. بالبرجل ازاي? قال لي لو ركزت هنا. بنص القطر المعلوم. بنص القطر المعلوم. ركزت في النقطة دايد? ايه طع فوق. واركز هنا قطع تحت يمين وشمال? هيقسم لك الدايرة تلاتين ستين. طب المسلس. قال لي هنا كده. رسمت انا. الزاوية دي ستين درجة باستخدام المسلس. وبعدين الزاوية دي هاي بالراحة. زاوية تلاتين درجة. وقرر نفس العملية مرة تانية جنب التاني. تلاتين وستين. اه دي البعد اللي انا محتاجه. والناحية التانية لو عملتها ماشي. في الافراد لو ما عملتاش ما فيش مشكلة. شايف الخط تاني اهو. شايف الخط الاخير اللي انا رسمته ده. اهو. الخط الاخير اللي انا رسمته ده. الخط ده اللي هو البعد اللي انا هكرره بالبرجة اللي انا رسمت لك في البداية اللي انا بشاور عليه باستخدام الموس. هاخد خط مساعد هو. واخد خط مساعد تحت نفس الكلام. الخط ده بيمسل الارتفاع بتاع الاسطو. انا قد ايه? طب انا دلوقتي عايز عرضها. عايز المحيط. خط المقاس ده اللي هو ده. الاصفر اللي موجود او الخط اللي انا خدته بفتحة برجل بتساوي الخط ده. قسمت انا نص الدائرة كام? ستة. يعني الدائرة اتناشر. يبقى هكرر اتناشر مرة. هكرر التقسيم ده اتناشر مرة. يلا نعد مع بعض كده. ادي اول قسم انا خدته. تمام? ادي تلاتة. ادي واحد او زيرو واحد اتنين. ما فيش مشكلة. وهكرر لمدة اتناشر او لعدد اتناشر مرة. عشان ما تلغبطش لان الطالب احيانا بينسى رقم او بيزود رقم ممكن ترقم. اول واحدة رقمها صفر. وبعدين امشي. طب ليه مستر ما رقمتهاش واحد? قال لي لان الصفر ده هينطبق على رقم اتناشر الاخير. فما بقاش رقمته مرتين. انا بكرر اهو لو تلاحظ. انا هنا بكرر تاني اتناشر كسم زي ما انت شايف كده على الخط اللي فوق باللون الاحمر. مش عارب باينة ولا لأ اهي. بكرر اتناشر مرة. تمام. بصوا انا بينتلك ايه. انا بدأت تاخد خط خفيف مساعد. عشان يوريك عدد التأسيمات اللي موجودة. تاني اهي. ادي البداية اللي انا رسمتها. ادي اول واحدة ده زيرو. ادي واحد. اكرر بقى اتناشر مرة. عد بقى انت معايا. ركز بقى وعد انا مش عد. انا كده كده عددهم. تمام. ركز معايا تاني. اهو. طبعا بالمصدر حرف تي. وباستخدام المسلس. هكرر الخطوط المساعدة اللي موجودة عندي. حاول تعملها دلوقتي عشان لما تعمل الاستوانة المشطوفة. تبقى اتعلمت ازاي ترسم الخطوط المساعدة المبدئية اللي موجودة عندك. ويا ريت لو معاك ورقة او قلم دلوقتي تعمل عملية تكريك. يعني ترسم كروكي. اللي انا بشرحه ده عشان تقدر تبقى عندك زاكرة للرسم. ادي شكل المستطيل اللي انا لما هقصه باستخدام المقص على المعدن او هرسمه على المعدن واقصه هيديني افراد. يعني الاستوانة لما انا فصلتها ده هيكون مقاسها اللي اخدر اللي برا الخارجي ده. اللي انا رسمه الوحده ده المستطيل الخارجي اللي بعيد عن الاستوانة. عن الاستوانة. ده افرادي للشكل اللي انا محتاجه. طيب. هنا ده شكل استوانة مشطوفة. يعني استوانة مشطوفة يا مستر. يعني استوانة مقطوعة على زاوية قطع. يعني الاستوانة انا جيت على الحرف بتاعها. وباستخدام المنشور بدل ما هي عادلة كده مستقيمة زي اللي فاتت. اطعتها باستخدام زاوية القطع. فظهرت عندي في المسقط الجانبي على شكل او على شكل القطع ناقص بالشكل ده. وده افرادها اللي انا هقوله لك برضو بالتفصيل هيتعمل ازاي. بص هنا هو عمل حاجة تانية غريبة. قال لي ايه? قال لي انا عندي ضلع اتنين تلاتة. فاربعة هم اتناشر. فهو ميز لي خطوط حقيقية في المنتصف دي مش اساسية يا جماعة. ورقم لي تحت عشان ابقى عارف ازاي اقوم بعمل الافراد الهندسي. طيب. تعالوا نشوفها كده. لو هرسمها باستخدام الادوات واحدة واحدة. ادي الاستوانة العادية. دايما انا برسم من الكل للجزء. يعني برجع الشكل بتاعي لشكله الاصلي. وبعدين اشتغل عليه. عشان ما تهش. يبقى الشكل الاصلي بتاعي كان استوانة. عملت نفس الكلام. نص دايرة فقرة سمتها في مكانها. طب وبعدين خدت خط يمسلي البعد اللي انا لسه هقسمه اهو. زي ما عملت المرة اللي فاتت. طب وبعدين هكمل ازاي? قال لي تعالى انت عملت الاستوانة بتاعتك دي اهي. وقسمتها تلاتين. وقسمتها على زاوية ستين. جميل. خدت الخط الاولاني بتاعك بتاع الارتفاع. وهتاخد الخط بتاع الارض. اهو. جميل كده عملنا الخطين الارتفاعين اللي موجودين عندي. قرر نفس اللي انت عملته في الاستوانة العادية. تعالوا نقرروا كده. يبقى هاخد المقاس اللي انا عمله بالاصفر الاول ده. اللي انا جبته من هنا. من البعد الاولاني ده اول تأسيمة. قررته كم مرة? قررته اتناشر مرة. وابدأ باستخدام البرجل اقرر نفس العملية. سؤال يا مستر هو انت بتعمل نفس الاستوانة العادية ما هي الخطوات الاولانية اللي انا عملتها دلوقتي هي خطوات الاستوانة العادية. ما انا قلت لك. قلت لك استوانة عادية? وبعد كده حولها المشتوف. اهو. بكرر اتناشر مرة. يلا بص على التأسيم اللي فوق. معاك اهو. بكرر التأسيم معايا الاتناشر قسم بالشكل اللي انت شايفه. ووصل لحد النهاية. اهو. انت كده يا مستر عملت تكرر نفس العملية. تمام. انت كده هتحفظها. هنشطفها ونشوفها اعمل ايه لما اعمل عملية الشطف? اه دي زاوية الشطفها مساحة تاني. اه دي زاوية الشطف بتاعتي اللي هو قال لي تلاتين. قال لي ستين. قال لي خمسة واربعين. او ممكن يدهاني ببعد محدد من ما انا بشاور كده. شايف انا بشاور فين? اهي. عند الماوس كده ما بتشاور. لحد النهاية دي يدهلك بمقاس. فاخدها بالبرجل ووصلها زاوية قطع او زاوية شطف. دي الزاوية اللي انا هقطع منها الشغل بتاعي. طب وبعدين. قال تعالى قسم لي نفس التأسيم ده اللي انت قسمته في الربع الاولاني قسمه الناحية التانية. ستين. اهو تاني. ستين. وبعدين? على زاوية تلاتين. جميل جدا. طب تعالى بقى. هنعمل ايه? بص بالخط الاولاني. التاني هوره لك تاني. من نقطة التأسيم الاولانية انزل عمودي بالمسطرة حرف تي والمسلس على خط الشطف اللي انت عملته. اهو. يبقى نزلت هنا عمودي. واللي بعديها واللي بعديها. ادي اللي بعديها نفس الكلام. نزلت عمودي تماما. لحد ما خبطت تماما في زاوية الشطف اللي عندي. هروح الناحية التانية. باستخدام المسلس. والمسطرة حرف تي. نزلت بالنقطة الاولانية. اهي نزلت بها لحد ما جات لي هنا عمودي. ودي النقطة الاخيرة اللي بعديهم. تمام. اهي. خلي بالك. انا عندي الاولانية والاخيرة. وخط المحور. كده كده موجودين. فاللي انا عملته واحد اتنين. تلاتة اربعة اربعة نقطة. والباقي اصلا كان موجود كده كده طبيعي. الخطوة اللي بعد كده هتعمل ايه? قال لي شايف النقط اللي انت نزلت بيها على زاوية الشطف بتاعتك. انا عايزك تمدهالي زي ما انا ماشي بالموس كده. بخط افقي مساعد عشان تعمل نقطة الشطف اللي موجودة. لا يا مستر انا مش فهم. تاني. انا عايزك من النقطة الاولانية او من النقطة اللي موجودة مش شرط الترتيب. تمشي من هنا افقي لحد ما يتقاطع مع الخطوط العمودية اللي موجودة. ممكن اشتغل بالارقام زيرو لحد اتناشر. ورقم هنا زيرو لحد ستة. وامشي بالترقيم. انا بفضلها بطريقة تانية. خليك معايا الطريقتين صح طبعا. خليك معايا هقولك هعمل ايه? ادي الخط الاولاني خدته على النهاية. ادي الخط اللي بعديه من هنا هو اسقطه في مكانه فجبت زاوية زاوية الخط بتاعي اللي هو بتاع زاوية الشطف. الخط اللي بعديه ده نفس الكلام اهو مشيت بيه تمام. لحد ما اداني خط افقي متقاطع معايا. الخط اللي بعديه نفس الكلام اهو. الخط اللي بعديه اللي هما الست نقطة الحقيين بتوعي. يبقى الستة اللي كانوا موجودين هنا بقوا على اتناشر نقطة. كل اللي انا هعمله وركز بقى في اللي جاي مهم جدا. كل اللي انا هعمله هبدأ من هنا. اول نقطة عندي القصيارة الاولانية دي. حط فيها نقطة بسن البرجل. واطلع دور. واللي بعديه كمان دور. بص انا بشاور اهو. واللي بعديه. واللي بعديه. واللي بعديه. لحد ما توصل لنقطة الستة اللي في المنتصف دي القمة. ابدأ انزل تدريجي اول نقطة. النقطة اللي بعديها. النقطة اللي بعديها. انا مش فاهم يا مستر. بص بقى هرسمها لك ايه. ركز في اللي جاي. خلي بالك اهو. اه دي وصلت كده. بص معايا. ايوة تمام. يبقى انا بدأت بنقطة الرسم الاولى. طلعت على اللي بعديها. طلعت على اللي هتلاقي تعال لي بعدي. وقمت باستخدام مصطرة المنحنيات رسمت الخط المنحني اللي بيمسلي شكل الاستوانة. الاونهولك بصة هو. تمام. يبقى هو كان تاني اورهولك سريعا. ادي شكل الاستوانة. رسمته لك استوانة مشتوفة. رسمتها لك بخطة ايه الحقيقي عشان تبقى شايف اللون هيكون عامل ازاي? طيب هنا انا عايزك ترسم ايه بقى? هنا انا عايزك ترسم بقى مجسم اللي انا كنت بكلمك عليه في بداية الحلقة بتاعتنا او في بداية الساعة بتاعتنا. كنا بنقول ايه? انا عايزة اخد الاشكال البسيطة اللي درستها في الترمي الاولاني. وابدى اخش على رسم مجسم حقيقي. انا هجر شوية في اللي جاي. لان اللي جاي ده تطبيق مباشر لشرح للمنشور السوداسي وشرح الاستوانة العادية. مش استوانة مشتوفة. انا لسه ما دخلتش على المشتوفة. داخل المجسمات. طب تعالوا كده نشوف مع بعض. يلا بينا نشوف ايه? هعمل ايه? المجسم اللي قدامي ده عبارة عن منشور سوداسي. فوق استوانة. تمام. عايز ارسم المساقط التلاتة. المسكت الرأسي من الوجه او من التلات اوجه اللي قدامي. والاستوانة في النص. اكن دي بالزبط كده قولي يا عم شمعدان. يعني شكل بسيط. انا عايزك بس ايه? واحدة واحدة نخش على التخصص. تمام. اه دي عايز المسكت بتاعي للاستوانة قطرها مديني ابعادها. بعد كده مش هديك ابعاد. هتنقل الابعاد من الرسم. لان هديك مسكة رأسي مش منظور. قال استوانة قطرها تلاتة سنتين. وارتفاعها سبعة سنتين. تمام. دي الابعاد. طيب. الشكل ده عبارة عن ايه? قول كده انا مسامعك. منشور سوداسي. هكتبه لك عشان تبقى عارف الاشكال انه ده مهم. ده عبارة عن ايه? قال لي منشور سوداسي. طول ضلعه تلاتة سنتين. وارتفاعه اتنين سنتي. يعني انا تقريبا خط الشكلين اللي فاتوا مع تغيير بسيط في المأسات. وحطتهم فوق بعض. تعالوا نرسم المساقط التلاتة. عشان تتخيل رسمت لك المنظور قدامك ولو انتهولك اهو. هبدأ هبدأ اعمل المحاول الاساسية اللي هشتغل عليها عشان اشوف الاسقاط. الخط الاولاني ده عبارة عن خط الافقي او خط المحور الافقي. وهرسم خط المحور الرأسي. تمام. عارفينه. خط اسود او خط مستمر بدرجة لون واحدة. طيب. خط الانعكاس اللي هعمله اه دي خط الانعكاس. هبدأ اول حاجة. اول حاجة شايفها اكني ببني او برسم عمارة. اول حاجة رسمتها على الارضية. على الاول خالص هو المنشور السوداسي. هاجي في المسقط الافقي هنا كده وارسم المسدس للابعاد وطول ضلعه تلاتة سنتيو. اه طبعا مش هستخدم الاتفاعة دلوقتي. طول ضلع تلاتة سنتيو يعني هفتح البرجل تلاتة. وارسم دايرة وارسم مسدس منتظر. مش اقول لك ازاي ما انت عارفها. طب جميل. وبعدين قال تعالى فوق. خط بداية الرسم. ارتفاع المنشور كام? قال اتنين سنتي. يعني من هنا. لا لحد هنا. لحد هنا. اتنين سنتي. قمت واخد الخط بتاعي. الخط بتاعي اتنين سنتي. يلا نسقط المنشور ده. لوحده كده. اه يلا. اول حاجة اسقط المسقط الجانب. خط الخط الافقي بتاع اه بتاع الافقي على خط الانعكاس. ودي الخط التاني. تمام. يا مستنا ممكن اسقط الرأسي الاول. مفيش مشكلة جماعة. ده خط المحور. اسقطت الخط الاولاني اللي من الافقي. طلع للرأسي. الخط التاني نفس الكلام. اسقط النقطتين اللي بعد كده. اهي. من تحت هنا لازم لو شغل مظبوط ينطبق على اللي فوق. الخط التاني نفس الكلام. جاب لي الاسقط في المسقط الرأسي زي ما انا شايفون. اجي للمسقط الجانبي اجي للمسقط الجانبي اهون. ودي نقطة تانية. تعال نطلع بهم في المسقط الجانبي. تمام. قلت لك انا قبل كده ايه? قلت لك ان المسقط الجانبي عبارة عن طلاق الخطوط اللي جاية من الافقي تحت. طلعت على خط الانعكاس. تقبلت مع الخطوط اللي جاية من المسقط الجانبي من المسقط الرأسي. اللي اتنين مع بعض ادو لك شكل الجانبي من غير ما تتعف في حاجة. يبقى الجانبي هو عبارة عن طلاق الخطوط اللي جاية من المسقط الافقي. طلعت على خط الانعكاس. طلعت على المسقط الجانبي. قبلتها الخطوط اللي جاية من المسقط الرأس تقطعوا مع بعض. فداني شكل المسقط الجانبي. تعالوا نحبرها. يلا نحبرها عشان نشوف الشكل هيكون عامل ازاي. جيت على المسقط هنا قمت لونها زي ما تعلم. طبعا انا انا مش محتاج في اولى ان انا لون لكن انا بورها لك عشان تباني على الشاشة او على الجهاز قدامك تباني بشكل واضح. لان انا في الاول محتاج مهارة رسم الخطوط بدرجة لون واضحة وجميلة. بعد كده بقى اتعلم التلوين لما اكبر شوية. تمام? ادي المسقط الرأسي التلاتة اوجه. وجه يبان بطول الحقيقي وجهين على الجنبين. ادي المسقط الجانبي وجهين اهو. ودايما هتنسى وانا هفكرك برضو هتنسى ان الضلع ده بيتحول لضلع حقيقي. كان محور. بيتحول لضلع حقيقي. ادي ضلع اهو او ادي واجه اهو. وادي الوجه التاني قدام عيني تماما. طيب ايه المطلوب دلوقتي انا كده رسمت المساقط التلاتة للاسطوانة للمنشور. عايز اجيب بقى الاسطوانة. الاسطوانة دي كترها قد ايه? قال لي كترها اتنين سنتي. حلو قوي. القطر اتنين سنتي يبقى افتح البرجة الكام? افتح البرجة الواحد سنتي. واجي في المنتصف هنا على مركز المحور اللي موجود انا مرسمتوش عشان ما عملش زحمة في اللوحة. لكن لازم ارسمو. في المركز هنا قمتفتح البرجة الواحد سنتي. لان القطر اتنين. وقمتراسم دايرة في المكان اللي موجود عندي ده اهي. اهي دي الدايرة اللي قطرها تبقى للمغطيات. قد ايه? قال لي اتنين سنتي. فتح البرجة الواحد سنتي. هبدأ اسقط الدايرة دي في مكانها. انا خدت ارتفاحها لو تلاحظ. قد الارتفاع بتاعي تاني. رسمت الدايرة في مكانها او رسمت الارتفاع الاول. مش هتفرق. يعني هنا يا مصر انت رسمت الارتفاع الاول. ارتفاع ده قد ايه? اللي ارتفاعها واحد سنتي ارتفاعها خمت ايا كان رسمت الارتفاع بتاعي ادي الخط بتاع الارتفاع رح تجاري على الافقي في المركز بالزبط وقمت راسم دايرة كترها اتنين سنتي يعني فتحت البرجة الواحد سنتي يلا نسقطها زي ما تعلمنا في رسمة لوحدها بسرعة بقى اهو ادي اسقطت الاسطوانة الخط استمر معي لحد ما وصل لحد فوق يمكن اللي اخمر مش باين قوي اهو من هنا طلع لحد فوق اهو انا هلونه لك عشان تشوفوا وادي المسقط الجانبي بتاعي كمان نفس الكلام مشيت من هنا من الجانبي بتاعه من الافقي هنا طلعت عشان اجيب الجانبي اهو تاني تاني اهو بص معي هنا كده اهي ما كان بابا شاورك اتلع الخط ده على المسقط من الافقي طلع يجيب الجانبي ودي كمان من نقطة النهاية بتاعت دي طلعت بيها يلا نطلع بالمسقط الجانبي بتاعنا اهي المسقط الجانبي بتاعي ادي الخط الاحمر الاولاني وادي الخط الاحمر التاني. هورها لك تاني. اهي. ادي الاولاني. وادي التاني اسقطه في مكانه. ادي شكل الاسطوانة. يلا اللونها كده عشان نشوف الشكل بتاعي في المساقط التلاتة. ادي المسقط الرأسي. شكله. لو انا بصيت من المسقط من الاتجاه ده زي ما بشاور كده على المنظور. لو انا بصيت قدامي هنا كده. ادي وجه حقيقي. وجهين ميلين فيبانوا بمقاس غير الحقيقي. وادي شكل الاسطوان. ادي المسقط الرأسي اللي قدام راسي بالضبط. لما طلعت على السطح او طلعت على مكان في طيارة وبصت على المسقطة الافقي. شفت الدايرة بتاعتي دي لو لها سمك لو هي لو هي مفرغة هيتعمل لها هنا في المسقطة الافقي دايرتين. وشفت المسدس بتاعي ده باين حقيقي لان الرسمة هنا الدور التاني اصغر من الدور الاولاني فكل المسقطة الافقي ظهر عندي حقيقي. لما بصت من الجنب هنا كده لما بصت كده على الجنب شفت وجهين اهم ادي وجه اهو وفي وجه مستخبي وراه. لكن انا لما بصت على الافقي شفت الوجه دا اهو بزاوية ميل. والوجه التاني بزاوية ميل قدامي اهو. فظهر عندي المسقط الجانبي وجهين فقط لا غير. طب نحبرها ادي تلونها او تحبرها عشان يبان عندي المساقط التلاتة لاول مجسم عندي بالسهولة اللي قدامي داية. طيب. تعالوا بقى نشوف شكل تاني من الاشكال اللي موجودة عندي عبارة عن ايه? بص بقى معي. انا في الامتحان السنية دي او في الترمي دا هيجيه للرسم عبارة عن ورقة مكتوب فيها مواصفات. يعني هيجيب لي ورقة زي دي كده ورقة بيضة او ورقة امتحان هيجيب لي فيها رسمة مرسومة. الرسمة دي بدون ابعاد. هيقول لي مثلا الرسم الذي امامك. عبارة عن. في الترمي الاولاني كان بيجيب لي مسائل كتير وبحلها او عملات هندسية ورسم ايه? صناعي او رسم فني. في الترمي دا هيجيب لي رسمة واحدة وهيقول لي الرسم اللي قدامك عبارة عن ايه? عبارة مسلا عن فازة. عن شمعدان. عن ابشورة مكتب. عن حاجة من المنتجات البسيطة اللي انا درستها او عرفتها خلال العام الدراسي. هيجيب لي الرسمة بمقاساتها هي هي. وهيجي يقول لي ايه? الرسمة دي مكونة منها. هيرقمها لي. واحد مسلا عبارة عن هرم سداسي. اتنين منشور كزا. التالت سطوع. هيديني مواصفات الرسمة او شكلها عبارة عن ايه? طب ايه المطلوب منك? قال المساقط التلاتة. المسقط الرأسي. والمسقط الافقي. والمسقط الجانبي لنفس المنتج اللي قدامك انا عايزك تبص عليه قدام عينك رأسي? تبص عليه من فوق افقي? تبص عليه جانبي. عشان ارجع تاني افكرك بالمقولة اللي انا دايما اقولها الرسم لغة تقرأ ولا تكتب. يعني ما بكتبش الكلام لكن انا ببص على رسمة اعرف المواصفات. انا لسه في اولى فبكتب لك ان ده منشور وده هرم. انا ممكن ما كتبش. انت من خلال المواصفات اللي انت درستها في الترمي الاولاني. بتبقى عارف كويس جدا اللي قدامك ده اسطوانة. اللي قدامك ده عبارة عن منشور. عبارة عن هرم سداسي. من خلال بعض المعطيات اللي انا درستها لك. او اللي انت عرفتها من مدرسك في المدرسة. من خلالها عرفت كويس جدا ايه هي مواصفات الرسمة. تعالوا كده نشوف مع بعض الرسمة اللي قدام عبارة عن ايه? مديني رسمة عبارة عن انيات ظهور. فاضة اه شكلها مش حلو. لكن انا لسه بتعلم. واخد يعتبر شكل هندسي. بنفس الشكل الهندسي ما العبتش فيه في اي حاجة. حطت منشور سداسي. وحطت فوقي اسطوانة. ممكن اسميها انا في لغة الصنعة بلية خراطة. وحطت فوقي مخروض بالشكل اللي قدامي. وعايز اشوف المساقط التلاتة. ده شكل امتحان او شكل نموذج. انا مطلوب ان انا نرسمه في الترمي التاني في البدايات. هرسم ازاي? تعالوا بقى نبدأ في خطوات الرسم. اول حاجة. خط المحور الافق دي رسمته. خط المحور الرأسي دولا اساسيين في اي لوحة من اللوحات اللي موجودة عندي. وخط الانعكاس. كلهم تقال بدرجة لون تقيلة. هنا في المنتصف بالزبط هبدأ اعمل محور شرطة ونقطة. عشان ارسم عليه. اول حاجة زي ما قلت لك المرة اللي فاتت او في رسمة اللي فاتت. قلت لك ان انت عندك اول حاجة الهيكل الاساسي للمنتج اللي مبني على الارض. اهو ده. السوداسي. المشروع السوداسي. فرسمت مسدس. جت ابعده منين يا مستر? قال لي تعالى بقى باستخدام البرجل. بص الموصف فين? على الرسمة. قصت من اول الضلع الحقيقي في المنتصف ده. لحد نهايته من هنا الهنا. طب يا مستر انا ممكن اقيس من خط النص اللي في المنتصف ده لحد برا صح. لكن الادق او الاصح ان انا اقيس الضلع الوجه الحقيقي اللي في المنتصف. واركز به هنا في المنتصف وارسم دايرة حقيقية. الدايرة دي هي هارسم جواها المسدس المعلوم اللي طول ضلعه خدته بالبرجل من هنا. تعالوا نسقط المنشور ده ونشوف شكله عامل ازاي. الخط الاولاني ده خط بداية الرسم. هدى الارتفاع بتاعي اللي هو طبقا للرسم. جبته منين استو بالبرجل من هنا لحد هنا ونقلته في لوحة الرسم قدامي. طب جميل. هدى اسقط الخطوط اللي موجودة عندي اهي. ايه دي الخطين اللي هيروحوا على من الافق على الجانبي. ودي هبدأ ادي المحور بتاعي هدى اسقط المسقط الرأسي. تاني ادي المسقط الرأسي. من النقطة دي ايه. لحد النهاية اسقطت اول ضلع حقيقي عندي. تمام. الناحية التانية نفس الكلام. ممكن اخد اللي بعديه على طول. ممكن اخد اللي بعديه. مفيش مشكلة. الترتيب بالنسبة لي مش مهم. يبقى خط الخط الاولاني على حرف الليمين والحرف الشمال. الخط اللي في المنتصف نفس الكلام. الخط اللي بعديه اهو نفس الكلام. كده انا اسقطت بمنتهى السهولة المنشور السوداسي في المسقط الرأسي. تعالوا شوفوا في الجانبي. الجانبي انا خط ده. افتكر كده معايا او تلك هتنسى. ادي الضلع الاولاني. ودي الضلع التاني. ودي خط المحور اللي هيطلع. يلا نسقطهم. ادي خط المحور تلع في المنتصف اهو. ودي الخط اللي ما بينهم اهو. ودي الخط التالت. خلي بالك انا هنا ممكن الجهاز ما بيساعدنيش او الرسم على البرنامج ده ما بيساعدنيش للخطوط. الشرطة ونقطة. لكن خط المحور الاصلي اللي انا المفروض اطلع بهم هنا هيبقى شرطة ونقطة. رسمت المسقط الجانبي اللي هو واجهين. ملحوظة مهمة. خلي بالك من حاجة مهمة جدا. السوداسي يا جماعة او المنشور السوداسي دايما بيبان في المسقط الرأسي. تلات اوجه حقيين زي ما انا كنت رسمهم او انا عملتهم كمجسم قدامي دلوقتي اهو. قدامي كده بالشكل ده. هيبان عندي لهو المسقط الرأس كده. هدي وجه. ودي وجه تاني. ودي وجه تالت. في المسقط الجانبي هيبان وجهين. وخلي بالك من حاجة مهمة. ان المسقط الرأسي لو انت بقى بتحب تفابرك. لأ مش هينفع هتتقفش. ليه? لان المسقط الرأسي بيبان عريض. لانه تلات اوجه. المسقط الجانبي حجمه بيقل. بيكون واجهين. وبيكون مقاسه او عرضه مختلف تماما. طب هجيبه من اين? قال لي هجيبه برضو تاني باستخدام نفس الطريقة. هستخدم الخطوط اللي جاية من الافقي. والخطوط اللي جاية من الرأسي. هيتقاطع الاتنين مع بعض. هيوجدولي المسقط الجانبي. يبقى لازم استخدم خطوط الاسقاط المساعدة. عليها درجات. ومهمة جدا عشان استنتج المسقط التاني. تعالوا كده نلون مع بعض الرسمة ونشوف هنعمل ايه? يبقى انا هنا كده لو انت هو الاضلاع بتاعتي اهي قدامي. اه دي المسقط الرأسي اللي قدامي اللي كان باللون اللغدر اهو في الرسمة اللي مديهلك كمساعد او قمشك او هتشتغل منه. تمام? ادي المسقط الجانبي لو انتهولك للجزء الاولاني او اكني برسم عمارة اول دور من ادوار المنتج اللي موجود عندي. تيجي نطلع على الدور التاني. ادي الدور التاني عبارة عن ايه? الاسطوانة. الاسطوانة دي كترها قد ايه? تعال ايس نص القطر بتاعك. انت كده كده لازم ترسم محور على الرسمة دي. انت معك ورقة عليها الرسمة دي. ارسم المحور خد نص القطر للمعلوم ده وتعالى في المنتصف هنا بالزبط وارسم لي دايرة مساعدة دايرة اللي انا رسمتها خفيفة مؤقتا. لان الدايرة دي اصلا هتبقى حقيقة والمختفية. انا عايزك تفكر. انت بس فوق هنا كده. فالفواها دي عريضة قوي. ودي كمان عريضة. يعني دي كده مستخبية ما بينهم. يبقى الدايرة بتاعة الاسطوانة دي في الاخر او انا هرسمها دلوقتي خفيفة لو انا شاكك. هحولها الخط مختفي. اللي هو عبارة عن ايه? شرط. يبقى هحولها الشرط في النهاية. انا طبعا عشان برسم الالوان هتختفي خالص معايا. يبقى الاول هنسكت الاستوانة اهي. انا خدت ارتفاع الاستوانة في مكانها. يلا نسكت الاستوانة. اه دي اسقاط الاستوانة في مكانها. ودي الخط التاني برضو طلع في مكانه باللون اللحمر اللي باين قدامك. تعالوا نجيب الجانبي. اه دي الجانبي بتاعه. من الافق اه? تمام? اه دي من الافق طلعت بالخط مبت ودي خط. ودي خط تاني. تعالوا نطلع بيهم. اهو اللحمر الاولاني. ودي التاني. اه دي شكل الاستوانة في المسقط الرأسي والمسقط الجانبي هي هي نفس المقاس ما حصلش عندي اي تغيير لو انتهى لك هي باللون الازرق عشان تبقى بين عندك زي ما اللوحة مرسومة اكد تاني انت مش مطلوب منك تلوين دلوقتي خالص المطلوب منك ان انت ترسم خطوط وتبين لي جمال الخط نفسه ونوع الخط اللي انت مستخدمه اظهرها هنا برضو نفس الكلام اه دي المسقط بتاعي التاني في مكانه زي ما احنا شوفناه يبقى انا المرة اللي فات او الرسمة اللي قبل دي على طول انا جبت لك المنشور السوداسي وفوقي الاسطوانة فقط لغير طب نزود سنة نطلع درجة تانية احنا كبرنا نطلع درجة تانية عشان نشوف ازاي ارسم بقى فوقيهم فوقيهم مخروط اللي هو الكون ومخروط ناقص يعني مش مخروط كامل لسن او لنقطة زوال لا ده مخروط ناقص اللي هو هيديني شكل الفوزة اللي انا هحط فيها الظهور او الورد بتاعي كشكل طبعا هندسي بسيط جدا ما غيرتش فيه تعالوا واشوف المخروط المخروط الناقص عامل ازاي هو المخروط اللي باللون اللاحمر قدامي على الشاشة ده اهو عبارة عن قاعدة كبرى مقاسها قدامي وقاعدة صغرى الاول هرسم القاعدة الصغرى من نص القطر من هنا كده انا رسم خط محور مساعد على ورقة هنا هو كده قس نص القطر بتاعي وقوم تجي هنا في اللوحة وقوم تراسم بعد كده دايرة مساعدة قادي الدايرة المساعدة اللي هي بتمثل للخط الدايرة الحمرة دي الدايرة دي خبت خالص الاسطوانة لان هي بينة من جوة وحقيقية فالاسطوانة اللي تحتيها لو انا رسم بالرصاص الاسطوانة اللي تحتيها هتكون عبارة عن شورة مختفية رسمت الاسطوانة واسقطتها في مكانها اهيه ادي خط الاسقاط الاولاني ودي خط الاسقاط التاني جميل طب وبعدين قال تعالوا نشوف المسقط الجانبي هيطلع ازاي قال لي من هنا برضو تاني اهو اهو تاني من هنا كده ادي الخط تلعه معايا ودي الخط التاني اهو مشي معايا بالشكل ده اطلع في المسقط الجانبي ادي المسقط الجانبي ادي نقطة ودي نقطة ايه يا مستر ده انت رسمت على نفس الارتفاع قال لي اهو ما هو السقف بتاعك ده اللي شايل السقف بتاع الاستوانة هو اللي شايل قعدة المخروط فانت اطلع لبرة شوية واطلع لبرة شوية جبته منين قال لي من اسقاط الاستوانة هنا نفس الكلام من اسقاط للديرة بتاعت المخروط اهيه هنا نفس الكلام اهو يمين وشمال طيب الدايرة اللي فوق دي اجيب بعدها منين قال لي اس نص القطر من المركز ده لحد برة افتح البرجة الفاتحة تسوي نص القطر المعلوم وتعال هنا ارسم لي دايرة ايوة تمام لاحظت حاجة رسمت لك الدايرة ودتها سمك تاني اهي هرجع حلق تاني اهي رسمت الدايرة بتاعتي ولونتها كمان ليه عشان هي حقيقية مغطية على تحتيها ورسمت لك لها سمك بيقول لي خلي بالك بقى انت لو بصيت للكوباية اللي انا بشرف فيها كوباية الماء العادية دي وبصيت عليها من فوق هتشوف ايه قال لي الكوباية بتاعتك دي لازم يكون لها تخاني السمكه معين باين عشان كده انا عملتلك اعلى حاجة في الرسمة عملتلك ليها سمكة اه في المسقط الافق تحت باين بخطين السمك ده قد ايه دايما بيكون في الغالب واحد ملي الا ازا هو ذكر عندي او قال لي ان السمك بتاعك اكتر من واحد ملي فانا رسمت السمك بتاعي بالشكل ده يلا نسقطه ادي خط اسقاطه ادي خط الاسقاط التاني تمام المفروض اخد خط الارتفاع اللي هنا تمام هاخد خط الارتفاع ادي خط الارتفاع اللي موجود عندي تمام انا جبت كمان المسقط الجانيبي بالمرة تعال هات الجانيبي اهو همسحولك ادي الجانيبي جبته كمان وادي الجانيبي التاني في مكانه تعالوا نرسم المخروط ادي خط الارتفاع الخط ده كان مفهود ارسمه في الاول هو ظهر في الاخر بس ارسمه في الاول عشان يحدد للارتفاع بتاع المخروط تعالوا الاول للمخروط ادي شكل المخروط بتاعي في مكانه بالمنظر اللي احنا شايفينه في المسقط الرأسي المخروط طبعا من الاشكال اللي حجمها ما بيتغيرش اذا كانت موازية للمستوى الرأسي وكذلك كان لما هوسل المخروط هو هو نفس الابعاد اللي موجودة في المسقط الرأسي يبقى انا فعلا لو بصتلي الرسمة اللي قدامي دي كمسقط رأسي قدام عيني ظهرت عندي عبارة عن منشور اللي هو تلات اوجه استوانة فوقية اللي انا بسميها بلية خراطة ممكن بعد كده العب فيها بعض الاشكال مخروط عادي جيت عالمسقط الجانبي لقيت ان المسقط الجانبي بتاعي عبارة عن منشور تمام والجزء اللي فوق عبارة عن مخروط ناقص عملت ابعاده وعملت مقاساته ولونته بالشكل الواضح قدامي يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن بداية الرسم الفني اوما اللي فده كان ايه اللي فده كله في الترمي الاولاني كان تجهيزي ان انا اخش على تخصصي وارسم منتج منفذ حقيقي وقدر ان انا افصله واجيب ابعاده كويس جدا وارسمه في شكل منتج بابعاده الحقيقية يبقى تاني بقرر الرسم لغة تقرأ ولا تكتب النهاردة ارجو ان انتو تفدتوا من حلقة اليوم في الرسم الفني كان معكم مستر احمد عبدالعزيز معلم خبير تشكيل المعادن والسياغة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة